عودة بعد الفاصل وأنا بيكم مجدداً أعزائي المشاهدين ومعكم النهاردة الجوكر الجوكر النهاردة جاي على جولة دايماً كالعادة في مدينة وجمهورية زفتة دوماً بقول الجوكر بيقول زفتاوي وأفتخر حبدأ أول خبر النهاردة وعرض أربع صور وهو إعلان أو ترشح المهندس وليد شعلان ابن قرية سيمبو الكبرى مركز زفتة محافظة الغربية هلاصل الموضوع بقى راسمي راجل بيعلم بقاله فترة وبدأ يعمل حاملة انتخابية ولكن بدأ يكشف طبي ويقدم وراءه إن شاء الله بكرة المهندس وهيد شعلان ممثلاً عن دايرة زفتة والسنطة بمحافظة الغربية تقدم لكشف طبي من ثلاثة أيام وبدأ يكشف طبي كشف المخدرات والكشف النفسي وكل أنواع الكشفات تمت الحمد لله على خير وجارس تكمال أوراق حيكون إن شاء الله ممثل الشباب صوت حر مستقل عن دايرة زفتة والسنطة بمحافظة الغربية يمكن دي صور الكشف وما كانت في المستشفى وما أعمل تحليل وراء مجلس الشعب في القاهرة إن شاء الله تتم على خير وإن شاء الله حظ موفق للمهندس وهيد شعلان ابن كارية سيمبو الكبرى مركز زفتة محافظة الغربية هطلع على الفقرة الثانية وهو الحاج محمد أنور مصلح الحاج محمد أنور مصلح له شوات صور يا جماعة الحاج محمد أنور مصلح أعلن مؤخراً عن عزم الترشح لانتخابات مجلس النواب زفتة والسنطة ولكن بالأمس كان عنده وعكة صحيحاً فترة والأطباء نصحوه الموضوع مرهق عليه جداً فقرر الانسحاب وترك الساحة للشباب وقال أنا سيبها للشباب يشتغلوا ويجتهدوا شابوا ليك حاج محمد رجل ده بيجمعني به أكبر صلة صداقة وحب واحترام ومودة ده والدي الروحي والولد الروحي لكل شاب زفتاوي شخصية محترمة جداً جداً أنا برجو منك يا حاج محمد دعمنا كشباب بيحب البلد وانت كأكتر حد دعمت الشباب أتمنى دعمك لوليد شعلان ابنك اللي بيحبك جداً واللي بيدعمك قوي دايماً والله لو كنت انزلت يا حاج محمد أنا شخصياً وغيري من الشباب ما كناش هننزل لاحتراماً وتأديراً لحظتك لأنك قيمة وقامة وتعامل منك السياسة والحب والاجتماع والخير فأنت رجل الخير والبر والإحسان ورجل السياسة الأول وزعيم زفتا كما دايماً أحب أن ألقبك السيد المحترم الخلوق الأب الروحي الحاج محمد أنور مصلح شافاك الله وعفاك ودعمك حاج محمد هدخل بعديها لصديقي الأستاذ عمر شرشرة في صورة جماعة في الملعب ألف سلامة للأخ عمر مختار شرشرة ابن مدينة زفتا حاج عمر كان تتعب من يومين كده وكان قاله اشتباه كورونا وخلاص بقى وراح المستشفى والناس خلاص قلت عليه والحمد لله ما طلعش في كورونا ولكن طلع في ست حصوات وحاص وفعينك المصلح على النبي طبعاً لحاج عمر ده هو حبيبنا وجميل بتاعنا عوض مجلززارة نادي زفتا رياضي الشخصية الأكثر احتراماً ودقوب جداً بيشتغل في كل شيء بصراحة في الخير وفي السياسة شخصية محترمة قوي والناس كلها بتحبوا قوي 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 أنا شخصياً يعني باحترمه وبقدره أخوي الكبير شخصية محترمة ورده كمان إن شاء الله حاج جميل قوي العيلة محترمة قوي ألف سلام عليك شفاك الله وعافاك من كل سوق يا رب الصورة اللي بعديها يوم الجمعة القادم إن شاء الله الجمعة القادم 18 سكتمبر في قرية حنوت في نهاية دورة على روح المرحوم محمد الدهشان من ملعب الكابتن سيد عبد المحسن دي دعوة جيالي من جمعية أبناء حنوت والأستاذ المحترم محمد ظهرة أميني العلاقات العامة بجمعية أبناء حنوت عزمنا على اليوم ده وإن شاء الله يبقى مميز ونهاية دورة مميز يا فندم أنت وناس محترمة جمعية أبناء حنوت للتطوير هي الأكثر نشاطاً والأكثر احتراماً والأكثر تقديراً والأكثر كل حاجة بصراحة كانوا هنا عندي دوف مبارح عاملين شغل على الأرض الواقع وإن شاء الله هلاب بالدعوة ويمكن مع الجمعية يكون في قرية حنوت لحضور نهائي دورة دورة كورة القدم إن شاء الله يا فندم أشكراً الوقت نطلع بقى فيديو صغير كده رائع للمحترم الخلوق الذي تعقد معنا لمدة موسم كامل مين بقى هو؟ هو الأستاذ حلم السيد أستاذ حلم السيد ده من الشخصيات البارزة جداً وأنا أتوقع له قريباً هي بقى إعلامي متميز جداً 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 الراجل ده عمل حاجة على الفيس كده اسمها رسائل أخلاقية ودينا منها رسالة أو رسالة الأسبوع اللي فات دعناها كانت جميلة جداً عن الزكاة المراضي بقى بيتكلم عن حاجة كويسة قوي بقول خلي بالك من اللي بيحبك أو حب اللي يحبك عمل يكون حلو قوي لمدة دقيقة كده بيتكلم فيها عن حب اللي بيحبك تعال نشوف حلم السيد ونرجع نكامل معاكم تاني كونوا معنا وخدت إيه من حبك؟ جرحتك ظلمتك ضيعت عمرك وقامت نفسك كذبت على روحك وفي الآخر خدت إيه؟ خدت عذاب لوحدك محدش حاسس بغيرك صدقنا الحب ده نعمة كبيرة من ربنا نعمة بجرق أول ناس اللي استعمل عشان كده حب اللي يحبك ما تحبش اللي انت تحبه الله يحب اللي يحبك يتمنى لك كل حاجة حلوة في الدنيا من لك فرحيتك نعمة بيتها ده يا جماعة حلم السيد الشخصية الجميلة المحترمة اللي بجد عنده تدين جميل رجل ده بقاعد في عربيته في بيته وفي شائته وفي شغله بيوعز ناس بيوعز نفسه الأول وبينامي نفسه وبيطور نفسه كما معنا في حلقة تلفزيونية هنا بيتكلم عن شغله رجل متدين وكور بيحب البلد بصراحة أتوقع له وجود إعلامي على أرض الواقع معنا قريبا في سلسلة هي رسائل أخلاقية للمحترم الأستاذ حلم السيد كده رسالتين يا فاندي مع رضهم لك إن شاء الله مزيد من الطفوق والحلقة الجاية نشوف رسالة تالتة للأستاذ المحترم حلم السيد الوقت في صورة الأمين شرطة محترم قوي في حد أو شخص هتكلم عنه شوية هو ابن من أبناء الشرطة المحترمين وهو الكابتن حمدي خلف نسيب الصورة شوية يا جماعة أو الأمين حمدي خلف بمرور أبو كوركاس محافظة الميني الرجل ده يا جماعة أخلاق وزوق واحترام وأدب وكل حاجة حلو جد هتلاقيه في الرجل ده بصراحة بيحكي لي أخويا وزميلي الإعلامي طه ابراهيم عنه خلاني يفتخر إن الشرطة المصرية أفرادها وأولادها بالشكل والأدب والاحترام ده بيرعى ربنا جدا جدا في شغله ما بيزعلش حد أبدا منه مؤدب قوي 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 أخلاق قوي أهل بلده بيحبوه بيعشقوه قوي لأنه بجد أخلاقه وتربيته وتربية ناس محترمين قوي ودرسالة من زميلي وأخوية طه للكابتن والأمين حمدي الرجل المؤدب قوي فكل التحية والاحترام والتقدير لشخصه المحترم ولكل أفراد الشرطة المحترمين طيب عازلني بقى فاكرتي بقى أتكلم عن شخصية كده في دقيقة من غير صورة للأسف معلشي هتكلم عن المهندس عبدالسلام حجازي ابن قرية كفر حواي مركز الصنطة الغربية رجل ده جماعة رجل بصراحة بدأ من الصفر اتربى يتيم أخذ كلية زراعة النهاردة بسم الله ما شاء الله حاجة عظيمة جدا ورغم صراعه العظيم اللي وصل له مش ناس أهل قريته تماما متكفل بقى رامل وايتام وكل من هو ظروفه صعبة تجهز عرايس معالجة مرضى بناء بيوت عمل للبلد صرف صحي للقرية هناك على نفاقته الخاصة شغال النهاردة بقى له عشرين سنة أفضل من صرف الحكومة كمان والله حتى المجلس المحل للقرية هو اللي بناه وحدة مطاف إسعاد بنا بنا مساجد متكفل بقى رامل بيعمل كل حاجة بصراحة الرجل ده أنا شايفه من الناس المحترمة جدا جدا اللي منساش خير أهله المهندس عبدالسلام حجازي ابن قرية كفر حواي حواي مركز الصنطة محافظة الغربية أنا دايما بقول وبعيد تاني ودايما الشخصيات دي لازم نحط عليها ضبط كبير قوي لأنهم بقدموا حاجة للمجتمع وراجل ده اغتنى بس منساش مين منساش أهل قريته إنما دايما فيه ناس بتغتني وبتطلع وبتسيب الناس وبتسيب الناس ولكن ولكن كفر حواي بتمتاز بنسها ده الرجل اللي من القرية وخرج من القرية واشتغل كويس قوي تعبقى نشوف الرجل التاني المحترم الحج سامي نصار الرجل ده بقى هو الرجل اللي قاعد في القرية وجد اللي بيحل المشاكل والخصومات بين الاهالي أين بيها الحج سامي نصار شخصية محترمة جبيل القرية الكل بيحترموا بيعشقوا بيقدروا شخصية لخلاف عليها الحاج سامي نصار ابن قرية كفر حواي مركز الصنطة غربية هو القائم بالجلسات العرفية وحل المشاكل بين المواطني دي كانت نمحة بسيطة في قرية كفر حواي الغربية بنبص عليها النهاردة ونقول كرة مركز الصنطة أيضا تنضم لكرة مركز الصنطة لأن أصبحت دائرة زفتة والصنطة هي دائرة واحدة كده خلصت حلقتي وابنختم حلقتي أقول دايما الكلمة الشهيرة لها النهاردة بقول أعلن ترشوحي في مجلس النواب عشرين عشرين عن دائرتين مركز زفتة والصنطة أشكركم دايما أقول احلم وصدق حلمك احلم وصدق نفسك وقول يا رب يا رب يا رب أكيد أهديك أراكم دوما على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته